مركز الفنون والثقافة في قصر ياسر البحر طبعا هو كمركز فنون وثقافة أكيد نشاطاته متعلقة بكل مجالات الفنون والثقافة وحتى التاريخ يعني كل شهر عندنا برنامج متعلق يعني لأنه كل شهر له ميزة كل شهر له فيها أحداث تاريخية يعني هناك كثير من الرموز يعني كل شهر فيه برنامج فشهر جونفي اللي هو شهر يناير يعني دائما كل شهر كنا يعني كل مرة فيه مجال للتراث غير المادي وفيه أيضا للتراث التاريخي نعتبره تراث تاريخي لأنه مثلا هذه السنة العام الماضي كان لقاء مع جبل شنوى ومع يعني المجتمع الشنوي شنويا اللي عرضناه مبرزنا التراث الشنوي ثقافة الأمازيغية الشنوية هذا السنة كان مع غردايا لتم يعني إبراز الموروث لسبع قصور بني ميزاد إضافة إلى الفنون التشكيلية لسيراج بوحفص يعني كل ما يتعلق باحتفالاته الناير في منطقة غردايا وفي قصور السبعة لغردايا إضافة إلى الجانب العلمي والأكاديمي لمن سواش دايمن أنه دايمن يرافق كل تظاهرتنا فكان فيه يوم دراسة حول التعمير البشري في شمال إفريقيا لأنه مهم جدا أن نستذكر كل مراحل التعمير البشري في شمال إفريقيا وخاصة الجزائر إضافة إلى كل الممارسات والاحتفالات بيناير في منطقة تتواتو وقرارا وتيديكالت فكل الجزائر تحتفل تقريبا بيناير وكل منطقة لها خصوصية هذه السنة أردنا الاحتفال بيناير على الطريقة الشاوية فسيكون ضيفنا هذا العام منطقة خنشلة بكل موروثها ونعرف أن منطقة خنشلة تختلف في الكثير من التفاصيل عن مناطق إشنوية أو غرداية وغيرها ولكن يجتمعون في تفاصيل أخرى إضافة إلى سيكون عرض لنسيج بابار هذا النسيج المميز جدا والذي أخذ جوائز عالمية طبعا فسيكون إبراس كل هذا الموروث الثقافي إضافة إلى يوم دراسة حول الموروث الثقافي المادي وغير المادي لمنطقة خنشلة لأنه سيكون فيه باحثين مختصين في الأثار إلى غير ذلك شهر فيفريل هو شهر يتمازج خاصة مع يوم القصبة العام الماضي كان فيه افتتاح لقاعة دائمة حول تاريخ قصر رياس البحر اليوم أي زائر لقصر رياس البحر يقولون أنه لا كان نصوص الحمد لله فيه قاعة مخصصة طبعا لتاريخ قصر رياس البحر مراحل ترميمه كيف كان كيف رجع إضافة أنه في كل الفضاءات فيه نصوص بالعربية والفرنسية والإنجليزية لأن القصر رياس يشهد زوار كثيرين عدد كبير جدا فدايما يقول لك ما كانش نصوص اليوم الحمد لله يعني ما يحتاج حتى مرشد فطبعا فيه نصوص في كل الفضاءات فعودنا فتحنا قاعة خاصة إضافة إلى الترميمات التي شهدها قصر 23 اليوم أصبح قصر جميل جدا قصر 23 الذي يعني نعرض فيه كل المعارض الفنية والفنون التشكيلية والحرف والصناعات التقليدية فالعام الماضي كان هذا العام طبعا سيكون أيضا الاحتفال بيوم القصبة ولكن سيكون في أيام دراسية حول كيفية الحفاظ على الموروث الثقافي لأنه مهم جدا اليوم أن تكون فيه يعني وعي بأهمية هذا الحفاظ على الموروث الثقافي ولكن كيف نتعامل مع الموروث نحن كأثريين وكباحثين في مجال التراث نعلم ذلك وندرك ذلك ولكن الكثير من الناس الميزور متحف الميزور موقع أثري ربما ما يعرفش يتعامل مع موقع أثري لأنه ربما يتسبب في ضرر الموقع دون قصد فسيكون ستكون أيام دراسية حول القصبة وقصر رياس البحر ولكن سنركز أكثر على كيفية الحفاظ على الموروث الثقافي طبعا شهر مارس العام الماضي كان للمكثات بالبيت خاصة أنه مررنا بالكوفيد والكثير قعدوا في المنازل فكان إبداع فإحنا خرجنا هذا الإبداع في قصر رياس البحر من خلال النساء المكثات بالبيت إضافة إلى معرض خاص وكان مميز جدا هو صحفيات كل سبعة بصنعة لجاو الإعلاميات المبدعات من صفحة على الغيزوسوسيو على فضاء التواصل الاجتماعي خلال الكوفيد إلى طبعا إلى أنه عرضوا كل منتجاتهم وإبداعاتهم من طرز وأدب وشعر وكل الخياطة إلى غير ذلك فكان لقاء جميل جدا بين الإعلاميين